نظمت وزارة الخارجية ورشة العمل الثامنة بعنوان حقوق الفئات الأولى بالرعاية في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي حيث بلغ عدد الحضور 128 مشاركاً وتم ضرح 24 ورقة عمل والخروج بـ 52 توسية وقد أشهد وزارة الخارجية بما توليه مملكة البحرين من رعاية واهتمام للفئات الأولى بالرعاية وهم الأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن وهي فئة مهمة في المجتمع تحضى من جلالة الملك المفدى بكامل العناية والحرص المعهود على ضرورة توفير الرعاية اللازمة لهم صحياً وتعليمياً وثقافياً باعتبارهم عنصراً مهماً في رأس المال البشري وأوضح سعادته بأن الحكومة الموقرة ركزت اهتمامها على توفير البيئة المستدامة اللازمة لحماية حقوق الطفل والأشخاص دو الإعاقة وكبار السن عبر منظومة متنوعة من التشريعات والبرامج والسياسات والمشاريع التنموية الطموحة من جانبه استعرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية أبرز الجهود التي قامت بها مملكة البحرين لضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية في الخطط الوطنية لحقوق الإنسان مشيراً إلى ما حققته المملكة من نجاح في إيجاد منظومة حماية اجتماعية متكاملة لصون حقوق جميع فئات المجتمع وتوفير الخدمات التنموية والرعائية والتأهيلية لهم وعلى الأخص فئة الأطفال وكبار المواطنين والأشخاص ذوي الأشخاص ذوي العزيمة أوضح وزير شؤون الشباب والرياضة بأن مسألة حقوق الطفل وذوي العزيمة وكبار السن تعد من الأولويات الأساسية في مملكة البحرين بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى في مسألة الاهتمام بحقوق هذه الفئات حرصاً وعطفاً وحلالاً من جلالته على هذه الفئات الهمة في مجتمعاتنا ومؤكداً ساعدته حرص وزارة شؤون الشباب والرياضة على بناء شركات استراتيجية مع مختلف الفئات الداعمة لحقوق الطفل وذوي العزيمة وكبار السن من أجل تقديم مبادرات نوعية ومتميزة في مجال الارتقاء بحقوقهم في مجالات الرياضة هذا وقد أكد مساعد وزير الخارجية تقدم حقوق الفئة الأولى بالرعاية في مملكة البحرين حيث تم إنشاء وضع ووضع العديد من الأليات واللجان كإنشاء اللجنة الوطنية للطفولة وإنشاء اللجنة العليا لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وأخيراً إنشاء اللجنة الوطنية للمسنين إن مملكة البحرين تفخر اليوم بأنها تبنت إصدار مجموعة من القوانين العصرية المتطورة التي تكفل توفير الرعاية والعناية بالحقوق الأساسية للأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن مما أكسبها مكانة وسمعة عالمية مرموقة بعضويتها في مجلس حقوق الإنسان الدولي ولجنة حقوق الطفلة الدولية وتبوأها المرتبة 45 عالمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019 وصدارتها للقائمة العربية في مؤشر الرئيس المال البشري وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي 2020 ولا بد له هنا من الإشادة بالدور الحيوي الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا المجال وما توليه من عناية دائمة لحماية حقوق هذه الفئة المهمة من المجتمع البحريني وما تبذله من جهود مخلصة ودؤوة لتوفير البيئة المستدامة والخدمات المتطورة وما تبنته من تشريعات عصرية تكفى الحقوق هذه الفئة وتلبي احتياجاتها ومتطلباتها الحياتية إضافة إلى انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية والبرتوكولات المرتبطة بها الأمر الذي عزز مكانة المملكة على المستوى الدولي ترجمة نانسي قنقر